مشاهدين الكرام في كل مكان برحب حضراتكم بحلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب نؤمن أنه يوجد إنجيل واحد أي بمعنى أنه يوجد خبر صار واحد هذا الخبر الصار متعلق بحياة وبصلب وموت وقيامة رب المجد يسوع المسيح إلا أن هذا الخبر الصار قد وصل إلينا مكتوبا من أربعة أشخاص متة ومرؤس ولوأة ويحنى وكل واحد كتب لنا من زاوية مختلفة ليقدم لنا المسيح سواء المسيح الملك ابن داود أو المسيح العبد المتألم أو المسيح الإنسان الكامل أو المسيح ابن الله الأزلي إلا أنه في أونة أخيرة تم اكتشاف أناجيل منسوبة لبعض من أدباع المسيح على مر العصور أناجيل كتبت لكي ما تملأ فراغا ما في حياة المسيح وبالأخص الفترة المتعلقة بتفولته وهذه الأناجيل أطلق عليها الأناجيل المنحولة أو الأناجيل الغنوسية والفكر الغنوسي كان معروف ومنتشر جدا في القرن الثاني الميلادي وابتدأ البعض يكتب بطريقة تختلف عن ما قد أوحى به الرب لتلاميذه أن يكتبوه أناجيل مليئة بالتعاليم الخاطئة أناجيل رفضتها الكنيسة وكتبت ضدها منذ البداية وعش كده موضوع حلقة النهاردة هو الأناجيل المنحولة ولماذا لا نؤمن بها الأناجيل المنحولة ولماذا لا نؤمن بها وصلني سؤال لما حطينا عنوان هذه الحلقة وصلني سؤال من شخص هو يطلق على نفسه إنجيل برنابة يمكن من حبه في إنجيل برنابة سمى نفسه إنجيل برنابة كويس وهذا الشخص مع أنه إنجيل برنابة ليس ضمن الأناجيل الغنوسية يعني ده موضوع مختلف إنجيل برنابة نتكلم عنه لكنه لما دايما نتكلم عنه الأناجيل المنحولة أو الأناجيل الغنوسية نتكلم عن إنجيل تومة إنجيل تومة الإسرائيلي نتكلم عن إنجيل يعقوب إنجيل الطفولة المتعلقة بالرب يسوع إلى آخره لكن إنجيل برنابة ده موضوع مختلف لكنه لأنه موضوع نقاش وأيضا جدال بالأخص عند الإخوة المسلمين احنا عندنا الأمر وعارفين الإجابة كويس لكنه بيقول هذا السائل بيقول السلام عليكم تحياتي دكتور أشرف أنا مسلم وأؤمن بإنجيل برنابة أنه إنجيل سيدنا المسيح يسوع الناصري مثل إيماني بالقرآن وأرى أنه الحق من ربنا وأن ظهوره الآن بقوة هو التمهيد الحقيقي لنزول المسيح كويس ده إيمانه شخصي هو طبعا ما كتب ليش ولا أي أساس هو مقتنع أن إنجيل برنابة هو الإنجيل الصحيح الذي نزل على المسيح مع أنه مع أنه لا يوجد إنجيل يسمى إنجيل نزل على المسيح إلا في فكر المسلم في فكر المسلم فقط على مدار ألفين سنة من تاريخ الكنيسة لا يوجد شيء اسمه إنه المسيح ترك شيئا مكتوبا أو نزل عليه أمرا مكتوبا المسيح هو كلمة الله المتجسد المسيح هو الذي أعلن لنا هو حياته كانت إعلان فلا يحتاج المسيح إلى شيء ينزل عليه لكي ما يعلن به أو يعلن يعلن للآخرين هو حياته كانت إعلان هو الإنجيل المتجسد هو بحياته بمعجزاته بصلبه وموته وقيمته وصعوده هذا هو الإنجيل ولما يقول إن قد سلمتكم الإنجيل بمعنى إنه هذا هو الخبر الصار اللي الكنيسة الأولى استقبلته عندما نادى التلاميذ بخلاص المسيح هذا هو الإنجيل لكن هو بيؤمن زي الإخوة المسلمين وهذا الإيمان على فكرة ليس له أساس تاريخي ولا يمكن إنه يستند إلى نص من النصوص يعني ما وجدوش مثلا قصاصة ما أو صفحة ما أو بردية ما أو يعني كودكس كتاب موجود من القرن الثاني الميلادي يقول أن هذا هو الإنجيل الذي نزع المسيح لا يوجد شيء لا يوجد إلا في فكر المسلم مؤسس على آية واحدة في القرآن أوكي فبالتالي أنا هتناقش في الجزء ده على الرد على إنجيل برنابا وبعدين هتكلم عن الأنجيل المنحولة لكن يبدو أن الكاتب أو السائل اتصل بنا فخليني أخذ مدخلته وأرجع نتكلم نتكمل مع بعض سلام عليكم أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أهلا وسهلا حضرتك اسمك إنجيل برنابا ولا ده اسم يعني اسم حركي يعني لا أنا طبعا ده النهنم بتاعي أو الاسم اللي أنا يعني اخترته النفسي لكن ده مش اسم الحقيقي لكن لو بييدي اختار باسمي هو دول طيب خلاص أنا أحترم يعني شخصك وأقدرك وأشكرك على سؤالك لأنه هيديني فرصة إن أنا أرد في مقدمة الحلقة على هذا السؤال فضل طبعا أنا أؤمن بهذا الإنجيل إيماني بالقرآن الكريم يعني ده الإنجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا به في القرآن طبعا في القرآن ربنا أخبرنا إن فيه إنجيل أو حهل سيدنا المسيح أو أنزله على سيدنا المسيح صفات الإنجيل إيه بقى هي دي اللي هتعرفنا إيه هو الإنجيل اللي هنقم الدين واختبال حضرتك طبعا كلمة إنجيل برنابة هو برنابة ده الكاتب مش اللي ربنا أوحاله ده ده اللي سيدنا المسيح اختصه الوحيد اللي اختصه إنه هو يكتب إنجيله طيب هل أسألك سؤال هل أسألك سؤال أولا أولا برنابة ما أعتقدش إنه نفس برنابة اللي كان مع رسول بوليس كويس لأنه برنابة اللي كان مع رسول بوليس في عمل الرسل هو نادى بنفس تعليم الرسول بوليس وبنفس تعليم الرسل فأكيد ده برنابة آخر هل تعرف برنابة دوا امتى عاش ومين هو وإيه هو أصله والله اللي أعرفه وأنا متأكد بأنه يقينا إن سيدنا برنابة ده ما فيش برنابة تاني غيره وديت برضه أنا باعتبرها آية وعلامة في الكتاب نفسه واختبال حضرتك إن سيدنا المسيح لما اختاره وهو اسمه يوسف وهو لاوي كفروسي الجنس المسيح نفسه هو اللي سمه برنابة المسيح نفسه كان يسمي بعض التلاميذ بأسماء غير أسماءها يعني كل واحد ليه اسم طب بس دوا جبته منين دوا على أي أساس حضرتك جبت ده هل عندك هل عندك برهان تاريخي مثلا آه عندي مرجع طبعا اللي هو يعني لو نفتح مثلا كتاب يوسف عبر التاريخ للكمبس يوسف البراموسي لما نفتح ونقرأ مثلا في إحدى الصفحات هو صفحة نور 119 أو نور مثلا 118 119 بيقول بيقول واختاره المسيح ضمن السبعين الرسول معلش سامحني دي طبعا خطأ المسيح اختاره ضمن الـ 12 مش السبعين لأنه هو أصلا من الـ 12 لكن يهوز أو اسمه سامعاني القانوي دوت ليس من التلاميذ المسيح الـ 12 إطلاقا فهو كان مكان اسمه دوت بس احنا عندنا لستة بتاع التلاميذ المسيح متسجلة في أكتر من الإنجيل ومعروفين مش ضمنهم برنابا صح هذا في الكتاب اللي عند حضرتك اللي أنا ويسمحني يعني إخوة المستمعي إن أنا ما بعملش بالكتاب اللي بين قيد حضرتك اللي هو الكتاب المقدس لأن أرى إن فيه التحريف موجود يعني أو التغيير ففي إنجيل برنابا تم ذكر التلميذ برنابا دم للإتناشر لو بحثنا وراء السمعان القانوي لن تجد له أصل يعني أنا بحثت في المسألة دي أخوة جدا مش هتلاقي له أصل أو فصل أو أي شيء إطلاقا يعني أي واحد بيسمعني دي الوقت ابحث وراء السمعان القانوي شوفها توصل لفين أما بقى التنميذ ودي برضو مسألة عجيبة فعلا هتلاقيهم إخوات يعني إخوة بعضهم لبعض واخد برك حتى برنابا نفسه أنا عارف إنك تستغرب من الجملة دي حسب بحث في الكتاب المقدس طلع إنه هو خال المسيح أخو مريم مريم أختي ستنا مريم شوفها وصل لفين يعني ده بصراحة It's a good imagination يعني خلينا أقول إنه ده تخيل تخيل كويس لكنه ليس له أي أساس الكتاب موجود أوكي كتاب موجود وأنا هنقش الكتاب أنا همسك الكتاب ونقشه وكويس ومن الكتاب نفسه هقول لك أنا وغيري يعني ليه إحنا كمسيحيين لنؤمن بهذا الكتاب كويس وهقدم وهقدم ممكن إديني وقت إديني وقت إقدم دوا وممكن بعد ربع ساعة لما تسمع الرد لو حابب إن أنت ترد على جزء من الأجزاء اللي أنا قلتها أهلا وسهلا بيك طبعا فهل ممكن أخذ أقرأ الجزء اللي أحضرتك طلبتني أيو أقرأ الجزء اللي أحضرتك طلبتني اللقب بتاع براموسي أيو بيقول اختاره المسيح من ضمن السبعين الرسول لوكا عشرة واحد وكان في هذا الوقت باسم يوسف فلقبه السيد المسيح برنابة الذي يعني ابن المعز ابن التعزية ويعني في اليونانية بوراكليس 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 كمان ده يعني المعزي هو لأ في بوراكليس غير بوراكليس أوكي الحرف يقتل يعني فكما سبق وأوضحنا عن قدس برنابة أنه كان أحد السبعين الرسول الذين اختاروا من السيد المسيح ومن هنا اتضح منه أرسل أمام وجه السيد المسيح للقرازة ولذلك يا سيد يا سيد الفاضل أن بوليس لما حاول أن يدخل مباين التلاميذ لم يجرؤ ما أقدرش الجميع كان يخافونه وقد بقى لك غير مصدقين ولكن لما القديس برنابة تدخر في المسألة دخل من عبر باب القديس برنابة وأصبح ضمن تلاميذ المسيح يعني حضرتك حضرتك مع أنك بترفض أعمال الرسل لأنه كانت المنادات بأعمال الرسل هي بصلب وموت وقيامة المسيح من أول الأصححات إلى نهاية الأصححات إلا أنه علشان تخدم الغرض بتاعك أن أنت تأكد على أن برنابة ده يعني عظيم جدا استخدمت جزء من سفر الأعمال يعني يعني خليني الأول أرد على حضرتك أنا هرد على حضرتك وأرد وأوضح للمشاهدين هاخد وقت أن أنا أعمل كده وبعدين ممكن نكمل الحديث لو في نقطة من النقط لكن أنا أشكرك على سؤالك وفعلا أنا أشكرك جدا أنا أشكرك لا لا مع أنه سؤالك ما كانش لي علاقة بالأناجيل المنحولة لأنه ده مختلف إلا أنه أنا اعتبرت فرصة أن أنا أرد على أيضا على إنجيل برنابة وأشكرك على مدخلتك وعلى سؤالك وأتمنى نحن نتواصل أنا أرحل بك في أي وقت طبعا أنا عايز أواجه كلمة عبر خانتك دلوقتي تتفضل لأي إنسان مسلم أو مسيحي يارد تتحل بنفس المستوى والإسلوب اللي بتكلم به الدكتور أشرف الله يخليه اسمعوني كويس التلمة دي آه حقيقي ليه ده حق أنا لازم أقوله ياليت الناس تتعمل بهذه الطريقة مش مغرد ما الإنسان يلاقي الإنسان اللي قدامه يعني مخالف له مثلا أنا بقول مثلا وعنده دلائل فيما يقوله فيقوم يقوم يعني يتم حاجبه لا 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 أو يتم لأو أو إحنا بنقش الفكر إحنا بنقش الفكر بعيدا عن الشخصيات للأشخاص خالص وإحنا بنحب المسلمين سداني سداني نحن نصلي ليلا ونهارا لأجل الإخوة المسلمين بكلم جد مش أكثر من المسلمين ما بيحبوك الله يخليك ربنا يخليك شكرا لك شكرا لك أنا هكمل وبعدين لو حضرتك حاب تتصل أهلا وسهلا بحضرتك سعيد إنجيل برنابة يعني لماذا لماذا رفضت الكنيسة إنجيل برنابة ولماذا يتم رفضه واعتباره إنجيلا خلينا ما أقول مش إنجيلا كتابا عشان أبقى واضح لأنه كلمة إنجيل دي تقتصر يعني تشير إلى الأخبار السارة عن يسوع المسيح لكن هذا الإنجيل ليس فيه الأخبار السارة عن يسوع المسيح فلماذا هذا الكتاب يعتبر كتابا بالنسبة لنا وبالنسبة لي كتابا مزيف هذا الكتاب أولا لم يكن موجودا قبل القرن الخامس عشر نهائي لا توجد إليه إشارة ولا نجد قصاصة ولا حتى علماء المسلمين المعتبرين قبل القرن الخامس عشر أشاروا إلى وجود هذا الإنجيل كان الإشارة دايما إلى الأربع أنجيل إلى متة ومرقس ولو أو يحنى كما يعتقد المسيحيون أو النصارى كما مذكور في أنجيلهم التي كتبها متة أو مرقس ولو أو يحنى إلاخ فنجد الإشارة دايما من الكتاب المسلمين المعتبرين إلى الأنجيل الأربع لكن لا يوجد ذكر أبدا لإنجيل برنابة قبل القرن الخامس عشر كويس حاجة تانية المخطوطات الكتاب مؤدس اليونانية واللاتينية وكذلك الترجمات وكذلك الترجمات لا تذكر نهائي عن إنجيل برنابة نهائيا حتى أقوال الأباء ضد التعليم الغلط يعني لما نقرأ مثلا عن إنجيل توما نجد أن إيرينايوس كويس في سنة مية وتمانين يكتب ضد إنجيل توما ويقول أن إنجيل توما هو تأليف بشر وإنه ليس من الوحي المقدس وإنه تكتب متأخر وإنه لا يوجد أبدا إشارة إلى أن المسيح صنع من الطين طيرا كما يدعي إنجيل توما إلى آخر فنجد أنه حتى الأباء كانوا يكتبون ضد الأنجيل المعروفة في ذلك الوقت أما إنجيل برنابة فلا يوجد له ذكر نهائي لا يوجد له ذكر على الإطلاق لا قصاصة ولا حتى كتابات الأباء ضد التعليم الغلط ولا يوجد له أي إحنا قوائل كتيرة ما بيبقاش عندنا النص يعني مثلا أحد الهاراتيكا كتب كتاب إحنا معندناش النص اللي كتبه بس إحنا نعرف إنه كتب كتاب ليه لإنه أحد أباء الكنيسة الأوائل كويس في كرن الثاني أو الثالث كتب ضد هذا الكتاب فبعرف إنه فلان كتباته من أباء الكنيسة لا يوجد أبدا حتى حتى قوائم الكتاب المقدس من البداية لا تتضمن أبدا إنجيل يطلق عليه إنجيل برنابة أول ظهور أول ظهور وده حضرتك ممكن تدور عليه أول ظهور لنسخة من هذا المدعو إنجيل برنابة تعود لسنة 1709 1709 لدى كريمر مستشار بروسيا ومن ثم انتقلت النسخة دي إلى المكتبة في فيينا سنة 1738 يعني بعد 29 سنة النسخة دي اتنقلت إلى فيينا خويس غلافها الغلاف بتاعها لو دورنا على الصور بتاعتها على جوجل وطلعناها ودققنا جدا في الغلاف بتاعنا غلاف مطرز برسومات شرقية رسومات شرقية كويس ومكتوب على الهوامش باللغة العربية الهوامش بتاعته مكتوب عليها باللغة العربية مما يؤكد مما يؤكد إنه هذا الكتاب ليس قديما ولا يعود أبدا بالقرن الثاني أو القرن الثالث أو حتى القرن الرابع كويس هذا الكتاب ليس كتابا الورق والحبر اللي مكتوب بي أوقات كثيرة لما بيتم دراسة عمر المخطوطات واحدة من الأشياء اللي بيعتبروها في تحديد عمر المخطوطة هو نوع الورق المستخدم والحبر المستخدم كويس طبعا دي دراسات كثيرة جدا بيقوموا بيها العلماء لكن بيعرفوا منها الرينج يقول لك الورق دا استخدم في القرن الثاني للقرن الثالث الميلادي الورق دا استخدم تطور حديث في صناعة الأوراق تم مثلا في القرن الرابع الميلادي فعمر الورق بيحدد هذا الورق اللي مكتوب به مخطوطة أو بردية أو ريبر كتاب برنابة كويس يعود القرن الخامس عشر أو السادس عشر دا على فكرة دا كلام علماء يمكن حتى مش بؤمنه بكتال معدس كويس طيب جيم نين جيم نين الراهب مارينو هو الكاتب لهذا المدعو إنجيل برنابة وهو كان راهب وأسلم كويس واعتنق الإسلام وتسمى باسم مصطفى العرندي دا دي حقيقة يعني كويس من الثابت أن هذا الكاتب يغير محتويات الأنجيل الصحيحة عشان يخدم غرض الإسلام والقرآن هو الهدف بتاعه إنه يصدق على ما قد جاء في الكرآن ولم يرد في الأنجيل فبيعمله فبيحاول يغير ما جاء في الأنجيل لكما يخدم الغرض بتاعه وهو إنه تأييده للرواية الإسلامية أو الرواية القرآنية وده اللي بيأكده عدة حاجات أول حاجة نعلم جيدا إنه كل الأنجيل تعظم شخص المسيح تعظمه وايس وهو يعتبر إعلان الله الكامل الله بعدما كلم الأباء قديما بالأنبياء وبأنواع وتركن كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه في ابنه وايس فالمسيح هو كمال الإعلان الإلهي هو كلمة الله المتجسد ولا يوجد ولا يوجد بشر مهما كان أعظم من المسيح إلا أنه كاتب إنجيل برنابة يعظم محمد ويجعله أعظم من المسيح ومش كده وبس بل يسرق ما قيل عن المسيح وينسبه إلى رسول الإسلام خلينا أقول لكم بعض الأمثلة تفضيله لمحمد على يسوع هل يوجد كاتب في الأنجيل الأربعة فضل شخص ما عن يسوع المسيح نهاي ده عندنا كل أصفار العهد الجديد 27 سفرة بتؤكد سموه المسيح يكفي أن أنت تقرأ مثلا رسالة العبرانين سموه المسيح في شخصه سموه في في فداءه سموه في يعني طبيعته إلى آخر الأمور دي كلها لكن يأتي كاتب لكي ما يحمل الاقتناع الإسلامي ويحاول أنه يؤكد على أن محمد له الأفضلية على المسيح فمثلا يقول فقد جاء فيه أن يسوع قال يسوع قال لما رأيته يعني لما رأى بالرؤية كده رسول الإسلام لما رأيته امتلأت عزاء أن قائلا يا محمد مسيح خلو بالكم هو اللي بيقولي كلام ده يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سيور حزاك يعني ده ده كمان غشاش وعبيت سوري في اللفظ ليه لأنه سرق سرق اللي قاله يحنى المعمدان عن يسوع سرق العبارة بتاعته ما معروفة لكل المسيحيين من أول نشأة المسيحية ماذا قال يحنى أنه أنه لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حزاءك ده كلام يحنى للمسيح وليس كلام المسيح لمحمد يعني يعني حتى التزوير في العبارات حتى التزوير في العبارات موجود هتقول لي إيش عرفك أقولك العبارة دي مش بتاعته العبارة دي بتاعت يحنى المعمدان العبارة دي ألها يحنى المعمدان يكفي أنك تقرأ عندك تقرأ مثلا متى أربعة تقرأ يحنى واحد هتلاقي أن يحنى بيقول الكلام ده يحنى قال الكلام ده أنه أنا لست أهلا أن أنحني وأحلس يرحزاء ليس هذا كلام المسيح لرسول الإسلام لكن ده كلام يحنى المعمدان ليسوع المسيح حاجة ثانية محتوى هو إنعكاس للمعتقدات المسلمين ده إنعكاس صريح لمعتقد المسلمين شوف هذا الاقتباس فلما انتصب آدم حكي على آدم بقى وخلقه إلى آخر فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس كويس آدم لما إدر يقف رأى في السماء كتابة تتألق كالشمس هذه الكتابة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فأجاب الله مرحبا بك يا عبدي آدم ربنا بقى يعني انبسط فالكتابة تخيل آدم آدم أو الخليقة رأى كتابة في السماء تقول الاقتناع الإسلامي والإيمان والشهادة الإسلامية فربنا انبسط مرحبا بك يا عبدي آدم وإني أقول لك أنك أول إنسان خلقته كويس وهذا الذي رأيت إنما هو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بعد الآن بسنين عديدة وسيكون رسولي الذي لأجله خلقت كل الأشياء ده ده حتى بيقتبس من الكثير المؤدس من كلمات بولوس الرسول الذي به وله كل الأشياء كدخل كدخل الإسلام فيقوله أنبقق يا رب هبني هذه الكتابة على أظافر أصابع يدي يعني يعني الكتابة اللي أنا شفتها دي من وراء يا رب اكتبها لي على أصابع يدي فايز فمنح الله الإنسان الأول تلك الكتابة اللي هو آدم على ظهر إبهام اليد اليمنى كتب لا إله إلا الله وعلى ظهر إبهام اليد اليسرى محمد رسول الله هل هل في شخص قبل الإسلام قبل الإسلام يعرف هذه الشهادة أو هذه الكلمات أبدا هل اليهود اللي قاتوا قبل المسيح يعرفون شيئا عن نبيه الإسلام لا يعرف شيئا عن المسيح اللي سيأتي وكل النبوات تتحدث عن مجيء المسيح ابن داود بحسب الجسد طب والمسيحيين اللي جوهم قبل الإسلام لا يعرف شيئا لا يعرف أحد منهم شيئا عن رسول الإسلام عايز تقنعني إنه الكاتب دو هو برنابة اللي ربنا أوحاله سرا سرا يعني ما أوحاش للتلاميذ تانين ربنا أوحاله سرا ودي على فكرة يعني كلمة سرا وهذه الأمور كلها مرتبطة أيضا بالفكر الغنوسي إلى آخره لكن ربنا أوحاله سرا إنه أراح آدم لما خلق إنه رأى هذه العبارة وإنه ربنا قال له إنه هيأتي واحد اسمه محمد وتكون الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فكتبها على إبهام يده اليمنى وإبهام يده اليسرى الكلام الكلام يعني الكلام ما يدخلش عقل طيب إيه تاني الكاتب يؤكد جهله يؤكد جهله التام بما هو مكتوب في الأنجيل الصحيحة نعس أولا أنه يجهج جغرافيا جغرافيا اليهودية يجهلها نهائي لا يعلم عنها شي وأي دارس ليه جغرافيا الكتاب المؤدس يقدر ببساطة جدا يقولك الكلام ده غلط مثلا بيقولك يقولك يقول أن يسوع ذهب إلى البحر الجليل ماشي انتفق معاك كان في بحر اسمه بحر الجليل في منطقة الجليل ونزل في مركب مسافرا الرب يسوع كان بينزل المركب وكان بيعدي من ناحية لناحية مسافرا إلى الناصرة مدينته نزل كويس رب يسوع خد مركب علشان يوصل إلى الناصرة مدينته طيب ممكن تدور لي على الناصرة موجودة فين الناصرة مبنية على جبل عالي وليست من مدن البحر ملهاش علاقة بالبحر الناصرة ملهاش علاقة بالبحر ليست هي ضمن المدن اللي موجودة على أطراف بحيرة البحر الجليل مدينة مرتفعة في الجليل وليست مدينة بحرية أي واحد بيلف اليهودية يعلم جيدا هذا الكلام لكن لأنه هو لم يعيش في اليهودية ولا يعرف شيئا عن اليهودية هو بيعمل ايه بياخد القصة الكتابية ويقلف بمزاجه ويقلف بمزاجه بس دايما الكذب ملهوش رجلين دايما الكذب ملهوش رجلين يقول كتب أيضا عن نينوة بيس أن الله أمر بهلاك نينوة لأنه لم يجد أحد يخاف الله في تلك المدينة فحاول الهرب كالما عن يونان فيونان حاول الهرب إلى ترسوس ده الجزء ده نتفق معاك فيه فطرحه الله في البحر فابتلعته سمكة وقذفته على مقربة من نينوة حضرتك تعرف فين نينوة وموقعها فين حضرتك تعرف أن نينوة هي في بابل يعني هي في شمال شمال فوق وهي عاصمة عاصمة الإمبراطورية الأشورية وأنها كانت تبعد آلاف الأميال عن البحر المتوسط اللي منه السمكة خدت يونان وبدل ما يروح ترسوس كويس السمكة بلعته ورميته على مقربة من نينوة ونينوة آلاف الأميال من من البحر المتوسط حتى دي حتى دي مش عارفة طيب جاهل كمان في التاريخ يقول أن يسوع ولد عندما كان بيلاطوس حاكما لليهودية المسيح صلب عندما كان بيلاطوس حاكما لليهودية لكن المسيح ولد عندما كان هيرودس الملك هو ملك اليهودية وبيلاطوس كان الحاكم الروماني الذي عين من الامبراطورية الرومانية في اليهودية سنة ستة وعشرين إلى سنة ستة وثلاثين ميلادية يعملهوش علاقة بميلاد المسيح هو لأنه هو ما بيحبش يعترف بصلب المسيح لأنه عشان تكلم عن ميلاطوس يبقى لازم يتكلم عن الصلب لأنه بيلاطوس مرتبط بصلب ومعوت المسيح فهو عمل رحواخد بيلاطوس ولزقه في الميلاد شاطر بس برضو الكزب ملهوش رجلين جهله وتزويره للنبوات يقول أن المسيح سوف يأتي من نسل اسماعيل ارى كده اليهودي بيقولي عن مجيء المسيح ويرى كده عن المسيح بيقولي عن المسيح لا أحد ينادي بأن المسيح سيأتي من اسماعيل إلا الإسلام المسلمين يعني يعني لو أنا أضع في الإيمان هذا الكاتب كتب بعد ظهور الإسلام وليس قبل ظهور الإسلام يعني لو ما كتبش في القرن الخمستاشر زي ما العلماء بيقولوا وعايزين تقنعون أنه هو يعني كتب بدر أوي يبقى كتب أكيد في القرن السادس أو السابع الميلادي يعني بعد ستمائة سبعمائة سانة من المسيح معينه ده بالصح يعني بس هو 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 يريد أنه ينشر الفكر الإسلامي من خلال قصة المسيح فبيشوه يشوه قصة المسيح علشان تخدم الغرض بتاعه وهو أنه المسيح قال عن محمد المسيح ينادي عن محمد بس أكمل الجزء دوا وأرجع إلى المتصل بس خلينا أكمل الجزء دا الكتاب مليء بالخرافات مليء بالخرافات أمعرفش إزاي المسلم يقبل هذه الخرافات أول حاجة ما هو سر وجود سرة في البطن الإنسان يعني الإنسان فيه سرة وجود بقى السرة يقول أن الله قال لأتباع الشيطان دا إنجيل برنابة توبوا واعترفوا بإني أنا الله خالقكم أجابوا أننا نتوب عن سجودنا لك دا اللي شوف يعني الوقاحة بتاعتهم أجابوا أننا نتوب عن سجودنا لك لأنك غير عادل ولكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا وبسق الشيطان حين انصرافه على كتلة التراب يعني أنا وعايز يورك إلى أي مدى هو وحش كيس فبسق الشيطان حين انصرافه على كتلة التراب يعني الشيطان يعني روح خلينا ماشي نكمل فرفع جبريل دالك هو جبريل اللي يرفع البسك ده أساسا الأرف ده الأرف ده فرفع جبريل دالك البساق من مع شيء من التراب فكان للإنسان بسبب دالك سرة في بطنه بجد يعني عشان ربنا خلق الإنسان من تراب فلما لما لما جبريل رفع البسك دوا بالتراب أكيد أنه يعني خارم عمل خرم في بطن آدم سميع السر ماذا تطلب يا يسوع وما هو سؤالك أجبت يا رب أنت تعلم أي شيء كان الشيطان سببه أي شر كان الشيطان سببه وأنه بواسطته بواسطة فتنته يهل كثيرون وهو خليقتك يا رب نحن لا نؤمن أن الشيطان بالطبيعة الشريرة هو خليقة الله نحن نؤمن أنه كان ملاكا وسقط الله لم يخلق الشيطان ده فكر إسلامي وليس فكر مسيح يعني العقيدة الإسلامية بتخر بتدلدأ من الناس العقيدة الإسلامية بتدلدأ من الناس وانت بتقرأه فحمله على فحمله على أن يقول فقط أيها الرب إلهي يا يسوع انظر فإني أصفح عنه فحمله على أن يقول فقط أيها الرب إلهي اللي قد أخطأت يعني المسيح أقنع الشيطان أنه يقول بس اعترافه أنه قد أخطأ فاصفح عنه فاصفح عنه وأعيده إلى حاله الأولى قال يسوع لما سمعت هذا سررت جدا موقنا أني قد فعلت هذا الصلح لذلك دعوت الشيطان فأتى قائلا المسيح دعا الشيطان فأتى قائلا ماذا يجب أن أفعل لك يسوع كويس أجابت أنك تفعل لنفسك أيها الشيطان لأني لا أحب خدمتك وإنما دعوتك لما فيه صلاحك أجاب الشيطان إذا كنت لا تود خدمتي فإني لا أود خدمتك لأني أشرف منك هل هذا الكلام يصدر عن عن شخص يعني يعني مسيحي ده أشرف فأنت لست أهلا لأن تخدمني أنت يا من هو طين أما أنا فروح طيب طيب هقف هنا لأنه فين عطتين تانيين بيحملوا الفكر الإسلامي زي ما قول بيتدلدأ من إنجيل برنابة لكن علشان الأخ برنابة متصل خليني أخد اتصاله وأرجع حضر أنك تفع لنفسك أيها شيطان لأنني لا أود خدمتك وإنما دعوتك لما فيه صلاح ممكن حضرتك بس تتوطي التلفزيون علشان أقدر أسمعك ألو 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 طيب يبدو إنه الخط وقع ألو ألو طيب أكمل أكمل الرد بتاع ممكن هل تسمعني لا متسمعني خالص ألو سلام عليكم أهلا وسهلا بيك كنت معالي التلفزيون ما كنت سمعك وأنا برضو أقعد منتظر أنا ما أسمعك عشان أقفل صوت التلفزيون على سمعني طيب لا ولا يهمك تفضل دايش لأولوب عند بعضيها إزاي طيب طيب شوف يا شوف يا دكتور كل اللي فاضلت قلته دلوقتي هارد يعني هارد عليه بالكلمة واخد بالك كله مردود عليه أول حاجة عشان أعرف الإنجيل لازم أعرف إنه هو البشارة المفرحة ده إيماني وإيمانك إنه فعلا بشارة مفرحة وإنه خبر صار حسب إيماني أنا الإسلامي أن المسيح عيسى بن مريم أتى ببشارة أن يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ده إيمانك مسلمين خليني 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 حشان يبقى الحوار كويس حضرتك بتؤمن أنه المسيح بشارة محمد نعم ونحن لا يوجد عندنا نص لا في الأنجيل ولا في الرسائل ولا في العهد الجديد نهائي يقول هذا الكلام ممكن حضرتك بتعمل زي ما بيعمل الإخوة المسلمين إنهم يعملوا إيه يلووا تفسير بعض النصوص ويقول لك أهو النص ده بيقول عن كذا يعني مثلا حلقه حلاوة وكله مشتهيات مشتهيات ياخد كلمة مشتهيات إنها مخممين ويقول لك ده تشير إلى محمد إلى آخر الكلام ده ده كلام ده كلام لا يرتقي إلى إلى الأكاديمية العلمية لأي نص بتدرسه كويس فلكن طلع لي نص طلع ما أنت لازم تقنعني أنت ما تجيش تقنعني بعد ستمائة سنة علشان تثبت إيمانك تقول لي لا أصله أنت كتابك قال عن محمد إنه جاي قل لي نص صح ويس وإنت باني عليه هذا الاعتقاد مش النص القرآني النص القرآني ده برحتك أنا لا أؤمن به كويس لكن قل لي نص من كتابي أنا يقول كده مباشرة لأ شوفت بقى كلمة مباشرة هتتحط ما أنا أقول لحضرتك هتتحط بعد تحت بان دي عندي أنا كمسلم إن أصلا الكتاب اللي بي نقيل حضرتك دانا له التحريف ليه حتى يعني يعني يمحو هذه النبوة أو البشارة لكن ممكن أأتيك من الكتاب برضو اللي أنت بتؤمن به ما يخبرك إن حصل هنا كلام في الكتاب اللي أنت بتؤمن به يا سيد الفاضل لو خدت العهد الأديم كله خدت العهد الأديم كله العهد الأديم كله كله لم يخف لم يخف من أن يعلن أن في ملء الزمان سيأتي المسيئة لم يخف أن يعلن كده أعلنها بوضوح أعلنها بوضوح من أول سفر التكوين نسل المرأة يصحك رأس الحية إلى أخي هناك نبوات كثيرة في العهد القديم كلها كلها كتبت لتشير إلى مجيء شخص عظيم كويس كويس صحيح اللي يخلي المسيحيين لو ده حقيقة اللي يخلي المسيحيين ها نعم أنه يشيلوا نص بما أنهم يهود وعارفين كده كده يشيلوا نص يشير إلى مجيء واحد في بعد المسيح اللي يخليهم يعملوا كده اللي يخليهم يغيروا نص ايه تدافع لكده هقول لك حضرتك ايه هقول لك ايه اليهود كانوا في انتظار المسايا فعلا زي ما انت قلت خد بال حضرتك ولكن حينما علمت اليهود بان المسايا ليس من بني إسحاق لا ما سحى حاجة اسمها نبوءة كويس لو المسيح عليه السلام قال انه هو المسايا لأمان به مسيح قال كذا مرة انه هو المسايا لو اتيت بالشق يعني نص واحد فقط ان المسيح قال انه المسايا انتهت القصة بالنسبة لي نص واحد كده كله في يوحنر بعلم بيكلم مع المرأة السامرية كويس كويس قالت له اعلم ان المسيح سيأتي وعندما يأتي ذاك فهو يعلمنا قال لها انا هو الذي اكلمك لما يقول لها انا هو الذي اكلمك يبقى هو المسيح ولا مش هو المسيح نفتح ونشوف النص يا بشاك يدي دلوقتي عشان تعرف ايوه بيقرأ مع بعض اهوت لان اللي احنا هنقرأ ده ايوه موضت في انجيل برنابا بالحرف واحد بالحضر لا انا عايزك تقرأ لي من انجيل يوحنى مش من انجيل برنابا ما انا عارف انا هترألك من يوحنى شو بتقول ايه قالت له المرأة يا سيد ارى انك يا نبي انت نبي انت مش اله ولا ابن اله نبي ايوه اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم انتم بتقولوا انه في ارشاليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه كويس رد المسيح اللي هي ايه يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة تأتي ديت هل في الحاضر ام في الماضي ام في المستقبل يا دكتر اشرف تأتي تأتي ساعة تأتي ساعة ماشا اه حاضر المستقبل ام ماضي اوكي كمل كمل الناس كمل الناس لا اقول لحضرتك كمل الناس كمل الناس كمل الناس لانه الناس هيوضح نفسه انا هساعدك بس كمل الناس ايوه يا سيد الفاضل بس الكلمة دلالة والكلمة لها معنى انه تأتي تأتي ديت ماضي ام حاضر ام مستقبل شوف في عدد 23 يولا ولكن تأتي ساعة وهي الان يعني ايه الان بقواه عن دي فيلم تأتي الان لا 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 استنى بس استنالي بس انت تاخد جزء تجري به الرب يسوع بيقول بوضوح تأتي ساعة وهي الان يعني الساعة دي هي تمت الان الان انت في هذا الزمان في وقت يسوع المسيح يا حبيبي يا حبيبي النص النص الواضح ماشي عدد 23 عدد 23 ماذا يقول عدد ممكن يحسن اللي خلينا نروح ل23 اللا اللي هنسيب قبل 22 ثواني بس ثواني فضر ثواني الرب يسوع فضر الرب يسوع في عدد 23 الله روح تمام والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا قالت له المرأة انا اعلم ان مسيح يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو يبقى المسيح هنا قال لها انا المسيح او لما قلهاش اقول لحضرتك اقول او شوف انت خدتني لغاية فين احنا عايزين نمشي كلمة كلمة عشان نتعمل مكتوب هل المكتوب ده والتم اتلاع فيه ام هو كما هو يا حبيبي نص واضح نص واضح نص واضح ما انا هروح والله لا اروح للا حضرتك بتقوله دلوقتي بس عشان اروح له لازم اسهم اللي قابليه على مراد الكتاب برضو مش على مراد ميش ميش فهينا لما يقول وانتم تقلون فيه ارشاليون الموضع لازل ينبغي ان يسجد فيه خالة له يسوع يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة تأتي ده مستقبل مش حاضر حاضر مش ممكن مستقبل تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في قرشالين بتسجد للآن تأكيده لا في الجبل ده ولا في قرشالين ما تسجده يبقى الكلام والخ خلاص بقا الكلام ده عن المستقبل كو 현 انتو بتسجده انتو بتسجده انتو مش عارفينه لما تعلمون اما نحن فنزجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود كو 현 ولكن تأتي ساعة وهي الآن اذا تأتي برضو مستقبل وهي الآن كيف يكون حاضر مع مستقبل في لحظة واحدة العقل ما يستوعبش الكلام ده هنقرأ الكلام ده من إنجيل سيدنا المسيح اللي أنا أؤمن به إنجيل برنابا ونشوف النص يا مشاكله إيه هتتغير المسألة تماما وهيوضح الأرض إنجيل برنابا إنجيل إسلامي بحتر كمل ما أنت تؤمن بكده إنجيل إسلامي ليس له أي علاقة بالإيمان المسيحي نهائي يا دكتور أشرف زي ما أنت بتؤمن إنه إنجيل غير حقيقي أنا أؤمن بإنه حقيقي زي ما أنت بتؤمن إن الكتاب اللي معاك أنت إنجيل حقيقي أنا أؤمن بإنه غير حقيقي إيه الدليل بقى هنقدم الدلائل دلوقتي هادي عندنا إنجيل برنابا ونفتح مع بعض الإصحاح واحد وثمانين ونقرأ من الفقرة الستة بتقول إيه آتي ولما أعيى ياسوع من الصفر أرسل تلاميذه إلى المدينة ليشتروا طعام فجلس بجانب البئر على حجر البئر وإزب إمرأة من السامرة فجأت إلى البئر لتستقي ماء فقال يسوع للمرأة اعطيني لأشرب فأجابت المرأة ألا تجل وأنت عبراني كنت أعلك بقى لأن الإبرانين والسامرين إيه؟ معاك أتجل وأنت عبراني أن تطلب مني شربة ماء وأنا إمرأة سامرية أجاب يسوع أيوتها المرأة لو كنت تعلمين من يطلب منك شربة لطلبت أنت منه شربة أجابت المرأة كيف تعطيني لأشرب ولا إناء ولا حبل معك لتجذب به الماء والبئر عميقة أجاب يسوع أيوتها المرأة من يشرب من ماء هذا البئر يعاوده العطش أقسم بالله كل كلمة أقرأها ويشهد الله على ذلك أؤمن في هذا المدينة أما من يشرب من الماء الذي يعطيه فلا يحتش أبدا بل يعطى الأطراش اللي يشربه بحيث يصلون من الحالة بداية خلينا أسألك سؤال حضرتك بتؤمن حضرتك بتؤمن بالكلام ده طبعا طيب يعني إذا المسيح قال إذا المسيح قال إنه من يشرب من هذا الماء يعتش وأما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلا يعتش أبدا أيوة يعني المسيح هو معطي الحياة هو اللي عنده ماء الحياة اللي يخليك اللي يخليك تترك المسيح لتؤمن برسول الإسلام يعني إذا إذا أنت عندك إذا عندك مصدر مياه نقية تعطي حياة بحسب النص اللي عندك لسه ما دخلناش في الخلافات اللي يخليك إذا إذا أنت بتؤمن بالنص ده أعتقد النص ده يقودك المفروض للإيمان بالمسيح ما أن أنا مختلف معاه ويس لكن إذا إذا أنت بتؤمن بكلام المسيح هذا أنه فعلا المسيح قال أنه من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء لماذا لا تؤمن أنت به كمعطي الحياة زي ما هو قال أقول لحضرتك أقول لحضرتك إن وجدت مسلم واحد على ظهر كوكب الأرض لا يؤمن بالمسيح فهو كافر أنا لا أتكلم أنا لا أتكلم أبدا عن الإيمان بمعنى أن أنت تقبل يسوع كنبي من الأنبياء أنا الرجل الرجل اللي أنت عندك ده سوريال في اللفظ بس الشخص اللي بيتكلم عندك ده ده بيتكلم بسلطان ده بيتكلم على عينه عنده حاجة مش موجودة عند الناس عنده شيء العالم إذا أخذه يشبع يعني هو هو الشبع الحقيقي وهو الماء الحقيقي ما يستطيعش أحد إنه يملأ هذا الفراغ غيره تعطيني المجال يا دكتور أشرف فضل إحنا مش بنؤمن بالمسيح ده إحنا بنحبيه بنحبيه على الحصى اللي مش عليه المسيح وأمه مريم واخد بالك الفرق اللي بينيه بينك إيه أنا أملت بالمسيح على مراد هذه المرأة حينما أمنت دي نبي التلاميذ أمانه به نبي مريم ومارت كميل النص اللي عندك لأنه أنا عايز أعرف هل هو هل هو وصل لنفس الكونكلوجين اللي هنا في يوحنا ولا هو غير في يوحنا فضل هذين جايين ههو فقالت المرأة يا سيد أعطني من ماءك هذا أجاب يسوع اذهبي وإدعي زوجي وإياكما أعطي لتشربها خد بالك من اللي جاي فقالت المرأة ليس لي زوج معني زوج أجاب يسوع حسنا قلت الحق لأنه كان لي في خمس أزواج والذي معك الآن مش جوزك فلما سمت المرأة هذا اضطربت وقالت يا سيد أرى بهذا إنك نبي خد بالك الكلام اللي في الكتاب عندك ما قالش إيه السبب إنها قالت إنه نبي لا 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 موجود عندي سبب موجود عندي السبب نفس الكلام ده موجود عندي أكمل أكمل لذلك أدرعوا لك أن تخبرنا عما يأتي إن العبرانيين يصلون على جبل صهيون في هذا الكلام الذي بنهوا سليمان في أرشاليم ويقولون إن نعمة الله ورحمته توجد وناك لا في موضع الآخر أما قومنا فإنهم يسجدون على هذه الجبال ويقولون إن السجود إنما يجب أن يكون على جباله السامرة فقط فمن هم السجدون الحقيقيون النص نبدأ أن يمشي هو معلش سواني نروح لـ 82 حين إيه استنهد يسوع وبقى قائلا ويلون لك يا بلادي اليهودية لأنك تفقارين قائلا هيكلوا الرب هيكلوا الرب وتعايشين كأنه لا آلهة مجمس في المدازات ومكاسب العالم فإن هذه المرأة تحكم عليك بالجحيم في يوم الدين لأن هذه المرأة تطلب أن تعرف كيف تجد نعمة ورحمة عند الله ثم التفت إلى المرأة والله يبقى أيها المرأة إنكم أنتم السامريون تسجدون لماذا لا تعرفون أما نحن العبرانيون فنسجد لمن نعرف الحق أقول لك إن الله روح وحق ويجب أن يسجد له بالروح والحق لأن عهد الله إنما أخذ فيه أرشالين في هيكل سليمان لا في موضع آخر ولكن سدقيني إنه يأتي وقت يعطي الله فيه رحمته في مدينة أخرى ويمكن السود له في كل مكان في مدينة أخرى أي هي بقى المدينة الأخرى دي مكة المخرمة شفت إزاي بقى شفت إزاي هو شفت إزاي هو بيزور بيزور الحق بيزور الناس ده تزوير للناس لأنه أنا أريد أقول لك حاجة خليني بس خليني أقول لك حاجة بالنسبة ليك أنت تزوير ده تزوير للناس ده إنعك زي ما قلت زي ما قلت الحضر ده بيكب الإسلام ده بيدلدأ منه العقيدة الإسلامية لو انت عايز لو انت عايز تقنعني انه دول انا عايز اقول المكتوب اقول له حضرتك افضل كما انت وانا افضل كما انا بس نعرض المكتوب ونسيب الباقي طيب كامل النص فقط حاضر حاضر اجابة المرأة اننا ننتظر مسايا فمتى جاء يعلمنا اجابة يسوع اتعلمين ايوتها المرأة اني مسايا لمدة أن يأتي أنت عارف أن الناس يجي أجابت نعم يا سيد حين إيه استهل لها يسوع وقال يلوح لي أيها المرأة إنك مؤمنة فعلمي إذن إنه بالإيمان بمسايا سيخلص كل مختاري الله إذا وغب أن تعرفني نجيء مسايا قالت المرأة لعلك أنت مسيء أيها السيد أجاب يسوع إني حقا أرسلت إلى بيته إسرائيل نبيه خلاص ولكن استثناء سيأتي بعدي مسايا المرسل من الله لكل العالم وما أرسلت إلى الرحمة للعالمين وما أرسلت إلى العالم كثة حبيبي عايز عرفت ليه أنا أؤمن بهذا أنت تؤمن بيه عارف ليه لأنه بيرضي بيرضي اقتناعك إنه الكتاب المؤدس يتكلم عن رسول الإسلام مع أنه ده مش موجود انت قبله بالشكل ده لأنه بيحقق الغرض اللي أنت عايزه لكن لو أنت سواني سواني لكن هو فعلا هذا الكتاب ما ليس له علاقة بالمسيحية على الإطلاق ولا يمت ليه علاقته أقول لك أخليك أنت بنفسك هو سواني هو تزويد للإيمان المسيحي هو واخد الإيمان المسيحي وحطت فيه سموم بتاعته كويس اللي عايز أقولها دكتور أشرح سواني 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 عشان أنا عندي دقيقة فالدقيقة دي لازم أختم بيها كويس عموان بشكرك بشكرك على على مدخلتك لكن اللي أنا اللي أنا اللي أنا عايز أقوله أنه هذاجل بحسب العلماء مش بحسب أنا هذاجل كتب متأخر جدا إذا أطلقنا عليه أنجل يعطيني علي يا دكتور يا حبيبي إنت دور في فرق بين داتة كتب يدو في فرق إنت انكتب في فرق إنت انكتب وفرق إنت أكتشف يعني أنت مخطوطات فبران إنت أين إنت كتب وإنت أكتشف آه يعني إنت انتشفت وإنت انكتب طيب فإذا كنت على هذا الجياس مخطوطات كمران مع أنها اكتشفت 300 سنة أو مخطوطات كمران موجودة مجتمع كمران موجود من زمان موجود من قبل المسيح لا نعلم عنه شيء لكن خلينا خلينا أقول حاجة أنا الوقت للأسف خلص لكن أنا هكمل ردي لأنه لسه ما كملتش ردي أكمل ردي الحلقة اللي جاية مع الأناجيل المنحولة فإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح معكم